اتهم ناشطون جنوبيون قناة الجزيرة القطرية بسرقة أرشيف تلفزيون عدن الذي يعد أحد أقدم التلفزيونات في الوطن العربية وقال الناشطون إن عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي اشتاحت العاصمة الجنوبية عدن في العام 1994 نهبوا أرشيف تلفزيون عدن ضمن نهبهم المنظمة للمؤسسات الحكومية والخاصة عقب اجتياحهم المدينة وأضافوا أن الإخوان وبعد خسارتهم شبوى وانحسار سيطرتهم على الجنوب لجأوا لعرض مواد خاصة بتلفزيون عدن على قناة الجزيرة بهدف إثارة الفتنة بين أبناء الجنوب